أهلا بكم من جديد حدد السابع عشر من أكتوبر يوما عالميا للقضاء على الفقر وفي الأردن تتسع دائرة الفقر لتشمل أكثر من مليون أردني وفقا للجهات الرسمية يأتي هاته في طل ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار وتدني الأجور في هذا البنزل الذي يضم غرفتين فقط تقتن عائلة عيد الظروف فرضت عليهم واقعا معيشيا صعبا بعدما حال العجز والمرض دون عمل رب الأسرة دخلهم لا يكفي قوت يومهم ومع طرق الشتاء الأبواب يبدو الدفء حلما يراود الأسرة لا بقدر أروف ولا بقدر أجي ولا بقدر أشتغل بحاول أني أشوف لأي شي أشتغل مش قادر يعني ومعاي الصرطان بالرئة ووجري هاته فيها سياق حديد ما بقدرش يعني وضعي أسوأ من سيئ ما في عندي أي دخل إلا من صندوق المعونة وتسعين دينار ما بكفل في اليوم العالمي للقضاء على الفقر ربع الأردنيين فقراء وفق الإحصايات الرسمية في حين يتوقع البنك الدولي ارتفاع النسبة بين الأردنيين على الحكومة وعلى الجهات المعنية وضع سياسات طارئة لمعالجة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها لأنه زي ما هو معروف ظاهرة الفقر ظاهرة ذات أبعاد اقتصادي واجتماعي وسياسي مؤثرة على مستقبل أي دول من الدول معدلات البطالة وهي أحد مؤشرات الفقر شملت نصف الشباب الأردنيين وفقا لبيانات رسمية فقد تجاوز عدد المطلوبين للقضاء في حالات تعثر السداد المالية 153 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد الفقر يهدد عشرات آلاف الأسر الأردنية البطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الأجور فاقمت سوء الوضع المعاشي بالأردن خلال السنوات الأخيرة ليت جمهور العربي عمان ونرحب معنا بالدكتور حسين الخزاعي وهو أكاديمي وأستاذ علم الاجتماع معنا من عمان أنا وسلم بك معنا ربع سكان الأردن فقراء هل كنتم تتوقعون أن تتهاوى الأمور إلى هذا المستوى من التدهور خاصة أن الفقر قضية محورية في الأردن منذ أواخر الثمنيات شكرا إليك طبعا نعم كنا نتوقع وكنا نحذر من أولا من معدلات البطالة التي ترتفع كانت بصورة كبيرة جدا واثنين معدلات الفقر التي ترتفع في صورة كبيرة جدا من لم يكن يتوقع بأننا سوف نصل إلى هذا المعدل وإلى هذه الأعداد طبعا هذا لا يعرف شيء عن واقع الأردن ولا يتابع لا الوضع الاقتصادي ولا الوضع الاجتماعي في الأردن وخلينا أعطيك بعض الأمثلة نحن في الأردن سنة 1986 أنشأنا صندوق للمعونة الوطنية هذا يقدم المعونة للفقراء في ال86 يعني كان عدد الذين يتقاضون معونة من الدولة من الحكومة ست آلاف أسرة الآن 108 ألاف أسرة لنتخيل هذه الأعداد طوال هذه السنوات إذا كان اللي بخططوا واللي برسموا ما كانوا يتابعوا هاي الأقام فهذا خلل فيهم نحن كأكاديميين وكأساتذة نحن متابعين أول بأول اثنين القضية الثانية معدلات البطالة اللي هي وصلت آخر معدلات الآن المعدل العام 23.3 في الأردن الخطير في موضوع الفقر إنه من عام 2010 في الأردن لم تعلن أي نتيجة مسح أو دراسة حكومية للرأي العام بقيت أدراج المكاتب آخر دراسة أعلنت للرأي العام كانت بالألفين وعشرة وبعديها طبعا قبلها كان فيه دراسة بالألفين وثمانية وأول دراسات الفقر بالأردن بدأت ألف وتسعمية وثلاثة وسبعين ولكن ولكن الازدياد الكبير جدا ما بين الألفين وثمانية والألفين وعشرة بمعدلات الفقر وانهيار الطبقة الوسطى من 41% إلى 29% في الألفين وعشرة وبالألفين واربعتعش نزلت الطبقة الوسطى إلى 28% معنى ذلك أن هناك فيه خلل كبير جدا في موضوع يعني من أين جاءت هذه النسب التي نتحدث عنها ربع سكان الأردن فقيرون كيف يحدد الفقر الآن؟ هل خطوط الفقر واضحة محددة؟ هل هناك منهجية في هذا الإطار؟ يعني من هو الفقير اليوم؟ خليني أحكي لك قضية مهمة احنا اتفقنا على أساس أنه ألفين وعشرة آخر دراسة أعلنت للرأي العام بالألفين واربعت أعلن للرأي العام بالألفين وتسعة عشر خرج علينا رئيس الوزراء السابق وقال بأن نسبة الفقر في الأردن خمسة عشر فاصل سبعة بس لم يعلن أي تفاصيل أعلن نسبة فقط هذه النسبة السنة الماضية وزير التخطيط في الأردن أعلن أنه نسبة الفقر في الأردن أربعة وعشرين فاصل واحد يعني هذه الإعلانات من الحكومة أنا بالألفين وتسعة عشر للألفين وواحد وعشرين ارتفعت نسبة البطالة تسعة في المية ما هذا تصوه هذا هذه سرعة كبيرة جدا معنا ذلك إذا ارتفعت بنسبة تسعة في المية بدأت تنخفض الطبقة الوسطى بنسبة تسعة في المية إذا كانت أنا الطبقة الوسطى عندي ثمانية وعشرين في المية بالألفين واربعطاش نزلت 9% فمعنى ذلك إحنا الآن أمام 19% طبقة متوسطة وهذا خطير هذا خطير جدا وإنعكاسات الفقر تطال كافة مناحي الحياة اليوم في الأردن نشهد ازديادا في المدنية ازديادا في نسب التسول أيضا في الجرائم والجنح وبالتالي بما ينظر ذلك خلال الصلوات القليلة المقبلة ما هي الثواهر السلبية الأخرى التي قد نشهدها يعني الآن نحن في ظل هذه المعدلات بدأنا نلاحظ ما يلي يعني أول قضية اللي هي عدم الزواج عند الشباب ما في قدرة على الزواج أنا في عندي الآن معدل الزواج معدل العمر عند الزواج للشباب في الأردن 31 سنة تخيلي الشاب يقعد هذا المعدل اتنين البنات 27 سنة قضية اتنين الراغبين بالهجرة في الأردن 48 في المية من الشباب راغبين في الهجرة من الأردن القضية الثالثة البطالة في أرقام خطيرة جدا وقاصة بين المتعلمين من حملة الدراجات العلمية بكالوريوس فأعلى وصلت عند الفتيات 78 في المية وعند الشباب الآن 25 في المية شباب وبنات تقريبا 40 في المية فأنا لما باجي بطل على هاي المعدلات وبالإضافة إلى أنه كمان في قضية مهمة اللي هي أعداد المتقدمين للعمل في الدولة في ديوان الخدم المدني 455 ألف بالرغم أنه هذولها بس 25 بالمية من الخرجين اللي بقدموا 75 بالمية ما بقدموا للعمل في الحكومة فمعنا ذلك أنه إحنا في عندنا هاي قضية قضية إذن البطالة والبطالة سبب رئيسي بالفقر وفيش بيت فقير في الأردن وأنا بحكي لك إياها ما في بيت فقير في الأردن إلا وبه بنت أو شب عاطل عن العمل لا يساهم في عملية دعم الأسرة اقتصادية أو مالين هاي قضية الثانية المهمة اللي هي العزال وعدم المشاركة الآن الفقير ما بيشارك لا بانتخابات والدليل على ذلك الانتخابات النيابية اللي عندنا نسبة تثبت المشاركة فيها لتسعة وعشرين في المية أيضا كمان التفاعل الاجتماعي الزيارات المساندة الاجتماعية بعدين في قضية لازم أحكي لكي إياه إحنا في الأردن كلياتنا كنا أبناء طبقة متوسطة الآن نزلنا لطبقة فقيرة معنا ذلك أنا ما بقدر أدايا من أخوي ولا من جاري ولا من صديقي لأنه زي ما بقوله الحال من بعضه فالراحة المديونية وين دكتور حسين خلينا يصلك بس قبل أشهر قليلة في حزيران تحديدا تبنى الأردن ما أسماه رؤية التحديث الاقتصادي تحتى شعار مستقبل أفضل ووضع بعض الاستراتيجيات لذلك مثلا النمو المتسارع وإطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية بالإضافة إلى الاستدامة هل وضعت الاستراتيجيات الضرورية لتفعيل مثل هذه الشعارات نحن أول شيء نشكر كل واحد يعني بيبدل جهد وبيضع استراتيجية ولا بيضع خطة ولا بيعطي فكرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الأردنيين إلى متى سوف ينتظروا هذه الاستراتيجيات إحنا ملينا بالأردن مللنا من الاستراتيجيات سواء الاقتصادية ولا اجتماعية إحنا الآن في عندنا الاستراتيجيات وضعت في 2010 و11 واستراتيجية وطنية للتشغيل مشان نهاء البطالة وقلت لك عن صندوق المعونة الوطنية بدأنا بستة آلاف أسرة الآن مية ثمانت آلاف أسرة المواطن الأردني بصراحة أقول لك الآن لا يثق في أي استراتيجية ولا يثق في أي برنامج ولا في أي خطة توضع له من أجل حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والدليل ما جرى معه يعني هذا اللي جرى معه خلال السنوات الماضية لم يحل لا مشكلة بطالة ولا مشكلة فقر بعد ذلك هذه كلها عبارة عن وعود وتخدير للشعب والشعب مش ناقصه طيب دكتر حسين أيضا هناك دراسات التي أجريت والتي أشارت أن القليل من المخصصات المالية قادرة على إعادة إحياء منظومة الحماية الاجتماعية ما هي المطالب هنا الملحة من الحكومة الأردنية في هذا الصدد؟ هل يجب إعادة هذا النظام الحماية الاجتماعية بشكل أكثر فعال؟ نعم أول قضية أن طالبي المعونة من صندوق المعونة الوطنية ومن الدولة من المفروض عليها أن ترفع مخصصاتهم هؤلاء كلهم تحت خط الفقر هؤلاء مصنفين فقراء أصلا ومعوزين إعادة النظر في كيفية الصرب كمان القضية الأخرى المهمة التفكير بعملية إخراجهم من خط الفقر إحنا صار في عندنا الآن الأعداد الطالبي المعونة من الحكومة بيزدادوا أنا عندي الآن 200 مليون دينار 200 مليون دينار بتنفق من قبل صندوق المعونة الوطنية على الفقراء بشكل سنوي فهنا أنا متى بدي أخرجهم؟ هل بعد عشر سنين أو عشرين سنة؟ ولا بدهم يظلوا؟ ولا بدهم يتوارثوا الفقر؟ هون بدي أضع الخطة المهمة الآن لعملية ماذا؟ إخراج هؤلاء عن طريق دمجهم في المجتمع مشاريع ممكن عادة عن ذلك ممكن أنا ألاقي أسواق عمل خارج الأردن عمالة أردنية عندنا عمالة أردنية ماهرة مؤهلة ممكن أفتح إلى أسواق خارج الأردن أستخدم علاقاتي وأستثمرها لأن أنا أحكي لك بصراحة إحنا في عندنا قضيتين مهمات إحنا نعاني من مديونية عالية جدا والآن نعاني من عجز في المواثنة عالية جدا فالآن دخل الأردن فقط من ضرائب بيجنيها من المواطنين وأيضا كمال من قروض أو من مساعدات تأتينا من برا طب السؤال هل الدول اللي بدها تظلت دايننا بعد خمس سنين أو عشر سنين رح تظلت دايننا؟ بالتأكيد لا هل الدول بدها تظلت تعطينا معونات؟ لا هل بدنا نظل نرفع ضرائب على المواطنين؟ بالتأكيد لا فهنا الوضع المستقبلي بالتالي يا شب تغيير ربما الاستراتيجيات المعمولة بها أشكرك جزيلا أشكر على هذه الإضافة حسين الخزاعي الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع من عمان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة